شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب في غزة مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفع الفلسطينية على الأصعادة الإنسانية والأمنية والسياسية جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني تشجامبينجا بالعاصمة الصينية بكين حيث اتفق الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطع غزة ورفض التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم وأكد الزعيمان أن تطبيق حل الدولتين هو الضمان الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزاملا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات ما بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مشيرا إلى أنه قد صدر في هذا الإطار بيان مشترك يفصل مجالات التعاون والتنصيق خلال المرحلة المقبلة بما في ذلك الإعلان عن عام الشراكة المصرية الصينية الذي سيشهد العديد من فعالية التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي ما بين البلدين وأكد متحدث الرئاسة أن مباحثات القمة تناولت رؤى البلدين بالنسبة لتطورات الدولية والإقليمية فضلا عن الأوضاع في القارة الإفريقية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التلموية حيث حرس رئيس السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري ترجمة نانسي قنقر